كرة أسيب بحيك المساحة مش هينفع قطع الفكرة في نصها خلينا نروح للنادي الأهلي فرع التجمع النهاردة يمكن كان فيه زيارة من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ويمكن كان بيتفقد فيها زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كده يعني خلينا نقول زيارة وضع اللمسات الأخيرة لفرع النادي الأهلي في التجمع مع كابتن محمود الخطيب كان المهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس تدارة النادي الأهلي وزي ما حضراتكم شايفين يعني أعتقد واحد من الأفرع اللي هتعمل نقل لنوعية لمفهوم النادي الرياضي والاجتماعي على مستوى مصر كلها مش على مستوى النادي الأهلي أعتقد أن الفرع ده هيبقى نموذج يدرس الحقيقة في كيفية الاستثمار في البنية التحتية وكيفية تطوير المنشآت الرياضية وكيفية تجهزها مفهوم مختلف تماما الحقيقة لفكرة النادي الرياضي والاجتماعي بيقدمه النادي الأهلي في فرع التجمع دي لقطات طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين وزي ما كابتن حشيش معنا شايف يبدو أنه الدنيا اكتملت بنسبة كبيرة جدا ويتبقى يعني الرطوش الأخيرة أو اللمسات الأخيرة النادي الأهلي حاريس الحقيقة أنها تكون على أعلى مستوى بالمناسبة أبو حميد برضو يعني لازم نقول ونفكر الناس اللي نسيت ده جزء بسيط من الإنجازات اللي عملها مجلس الإدارة طبعا الكابتن الخطيب على رأس مجلس الإدارة ده جزء من الإنجازات اللي ابتدت وشافت النور وابدايتها كانت مع طبعا المجلس ده حاجة مفخرة للنادي الأهلي فرق كبير حيبقى موجود للنادي الأهلي في منطقة ومن أرقى الأماكن دلوقتي في مصر حاجة على أعلى مستوى زي ما أنت بتقول مساحة كبيرة جدا جدا هتنقل النادي الأهلي نقلة تانية حيبقت برضو كالعادة عن أقرب نادي ليف من ناحية البنية التحتية ومن ناحية الفروع أن يشوف كم فرع دلوقتي النادي الأهلي الجزيرة لا هو الأهلي بعيد من قبل حتى فرد تجامل بالزبط الأهلي غرد مفردا وأنا أتمنى الحقيقة يعني هي مش فكرة انفراض الأهلي بس فكرة النجاحات والإنجازات والمكان اللي وصلها أنا أتمنى يبقى فيه في مصر فكر في 4-5-6 أندية يعني مشابه لديو سري ويفيد الاقطاع رياضة بشكل كبير جدا ويطلعنا من الحتة الديقة اللي احنا زنقين فيها نفسنا كابتن حشيش وشغلين بها الناس وموطرين بها الناس بشكل وبعدنا أبو حميد الصعوبة في إيه؟ أن النادي الأهلي نادي الرياضي واجتماعي يعني مش نادي اجتماعي مركز بس في المقرات والكراسي والشماسي واللي مش عارف إيه وكلام من ده لا ومش نادي كرة قدم وفيه أندية كرة قدم في العالم كله يعني فيها فوتبول كلاب ما فيهوش أي حاجة تانية فأنت بتتكلم على عبء سقيل جدا جدا بالنسبة لمجلس الإدارة إنك إزاي تعمل الفروع دي كلها وتعمل ما هو مش كمان ما بتعملش أي فرع أنت بتعمل فرع يليق بعض الجمعية العمومية في النادي الأهلي لازم يبقى على مستوى أعضاء النادي الأهلي فده عبء كبير جدا جدا أن أنت بتمشي في الناحية الاجتماعية وفي ناحية الإنشاءات وفي نفس الوقت مهتم بفرقة تكورة ورياضات عموما الألعاب المختلفة في النادي الأهلي إنك دايما بتبقى كمان للسباق وعلى البطولة في جميع أنواع الرياضات في النادي الأهلي فده تخيل مزانية إيه اللي تستحمل الكلام ده والفكر التسويق اللي قدر يغطي الكلام ده كله لأن النادي الأهلي ما بيعتمدش على الأعنات من الدولة لا النادي الأهلي له سياسته وله سياسة التسويقية وله شركاته وله شركاته المختلفة وزي ما أنت بتقول في البداية أحمد الشركة طبعا شركة النادي الأهلي اللي هي من ضمن نشاطاتها وفرقة الكورة إنما هي مهتمة بحاجات كثيرة جدا جدا منها بقى السياحة والنادي الأهلي هتم كمان بالتعليم وبحاجات كثيرة جدا جدا يعني ونقطة مهمة كمان بالإضافة طبعا لده أنه فكرة أنك أنت بتوسع قاعدة المشاركة وبالتالي قدرتك على أنك أنت يبقى عندك مدارس رياضة وأنك أنت تكتشف مواهب وكل ده بيتوسع بشكل كبير التواجد في صعيد مصر الأهلي لو أسور التواجه في مناطق القاهرة النهاردة بقى الدولة طبعا قياسا طبعا بمساحتها وعدد سكانها نحن نتكلم عن أنها أكبر من دول كثيرة جدا على مستوى العالم كله ومش على مستوى أفريقيا أو الوطن العرب يضيف لك كمان أحمد أعضاء جدد اللي بيزود برضو أعباء على النادي الأهلي في حاجات كثيرة بقى لأن الأعضاء الجديدة دي مش عايزة بس الفرع ده وخلاص لا ما هي عايزة الأنشطة اللي جوه عشان أولادها والعائلات كلها تستفيد من الموضوع ده الأعضاء اللي بتيجي النادي الأهلي مش بس عايزيني يروح يقعده عشان يستمتع بالكافيتيريا أو بالشمس لا هو عايز برضو يشارك فيه الأنشطة الموجودة بالنسبة لأولاده سواء سباحة بقى ولا لألعاب أخرى وحاجات كثير فبرضو انت عارف التوسع وانا دي الأولاد بس وأنا كمان من حقيقة أروح ألعب رياضة وابارس رياضة وقابل إصحابي وتلعب كرة لسه كابتن حشيش ولا والله لا يعني زورة الصحية بقى خلاص مش قد كده بس طبعا يعني الرياضة في الدم يعني على الأل الواحد بيتابعها عن طريقه أو بمارسها عن طريقه المشاهدة ونتمنى أنها تكون ممتعة مبهجة دايما مصدر للسعادة وفرحة لأن هي الغرض من الرياضة كده صحيح هو الامتاع يعني صحيح طيب